أولاً كده في الناس اللي بتسأل أنا ليه ما نزلتش حلقة الخميس اللي فاتح أنا والله عملت الحلقة ونزلتها عادي ولكن الحلقة ما جلكوش بيها إشعارات ولكنها يعني موجودة برضو على القناة وهحط اللينك بتاعها تحت الحلقة هنا للي عاوزش والجريمة اللي كانت فيها لو كانت جريمة عادية من بتوعهم كانوا طلعوا إعلامهم عادي يشتم فيها ويقول بأننا قابض وممول وكده ولكن خلاص يعني تصالحنا مع قطر وتركيا اللي هم أصلاً بيمولون والجريمة اللي سماعت دولياً وكتبت عنها الصحف العالمية مفيش أي تعليق عليها من الحكومة المصرية لحد دلوقتي تعرف لي؟ لأن الرد ما ينفعش إلا إنه يكون إحنا أبضنا على المجرم اللي عمل كده وده ما ينفعشي علشان طبعاً الوعد الشهير من المجرم الأكبر فاكرينه لكن مش هيصل بيه إنه يستعد إنه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش حد يموت أو حد يحصل له عجب في عينيه يتحكم الزابط أحمد لا مش هيحصل خلاص وعلى وزن بقى مفيش زابط هيتحاسب اتعملت كل الجرائم اللي فاتت والجرائم اللي لسه متعرضتش خلي بالك يا مولاي خلي بالك انت بتلعب بالنار ولو بتخايف على نفسك يا حبيبي خاف على حوالك وديك صوفت اليوتيوب عمل منك عبرة فالطاعف باقي وعمل لنا سواء اتحلاجة حلوة كده عن الكورة ولا السحل السمالي وجناديل البحر اللي ولا بيه لا يا عم الناس انا ان شاء الله هحط برضو على المجرمين ولكن بما لا يخالف شرع اليوتيوب المرة بلويهم كتير قوي ما تقلقش لدرجة اني لما بدخل المغزن قبل الحلقة باخد معايا ترولي كده كاني بعمل شوبينج وبقول حلوة دي ناخدها النهاردة او دي تنفع للخميس اللي جاي او اللي بعده وهكذا طب وانت بقى عبودة جايب لنا يا النهاردة كده ده انا على لحمة بطني من الصبح اجادة لا ما تقلقش يا ابو العصاصيم النهاردة حبيبي جايب لكم نصبايا دولية لذيذة كده هتعنيكم فيالله بينا بقى عشان نعرفها ونفضح المجرمين طبعا كلنا عارفين دولة الكويت الشقيقة اللي دعمت المجرم ده في اول ايام انقلابه بمليارات الدولارات وبقول حكومة الكويت وقتها مش شعب الكويت خلي بالكم عشان بتفرق كتير المهم حضرتك ان السادة ضباط قواتنا المسلحة المحترمين ما كفهمش مليارات الدولارات اللي جات من الكويت وغرها وتوزعت عليهم على شكل لزيادة رواتب مثلا لزيادة الولاي ولا الحوافز والبدلات الكتير ولا حتى الفلال والشليهات والنوادي وقرر احد الضباط ان هو يعمل نشاط اقتصادي كده ويزود دخله بعد الظهر بفلوس حرام وكانت حضرتك الفلوس الحرام اللي الزابط استهدفها من ستة كويتية ما كانت تريد بمصر والمصريين الا الخير والله الستة الكويتية حصة لمهالها الالياسين الاجنيعي تلها الله سبحانه وتعالى بوفاة ابنها الصغير احمد سنه عشر سنين وبما انها ستة مقتدرة وعندها تبارك الله من المال ما يكفيها وزيادة فقررت الستة ان هي تبني مستشفى كصدقة جارية يعني ليه انتفع يعني بها الناس من بعده وبعدها وبعد البحث والسؤال الستة اختارت مشكورة ام الدنيا علشان تحط فيها فلوسها وتبني فيها المستشفى وكان هذا الكلام حضرتك من عشر سنوات يعني سنة 2012 يعني في عهد الاخوان اللي عاوزين يخربوا البرد وقبل الانقلاب قصدي ثورت يونيو اللي انقذت مصر في 2013 وكده اه ما تقول لها طيب عبودة ان عمك بيضة اولى من هذه المستشفى وهيدعيلك هو وخلتك روحية ليل نهار بس تصوفنا بحاجة بدل ما الحكاية نسفة كده وبتكح تراب وغبار نووي كمانا ما تتقل يا عم الناس مش لما تعرف بقيت الحكاية الاول الست حضرتك حولت مية وعشرين الف دينار كويتي المصر اللي هم يعني تلتمية وتسعين الف دولار امريكي يعني بالمصري كده تقدر تقول سبعة مليون وخمسمية الف جنيه مصري يا ايها المصري الفلوس راحت لمحافظة المنصورة حضرتك واشترينا الارض وبدأت المباني خمس ادوار بقى علشان تكفي جميع التخصصات ده غير الاجهزة وبقيت الليلة بقى بقول لك مؤسسة وتمويل ضخم واحكاية انا اعوزك بس تسمع الست وهي بتحكيه لك بنفسها علشان انت عارف عبودة ما بيتكلمش الا لما يكون المصدر تحت ايده فاتفضل انا توفى المرحوم والدي فسلمت 120 الف دينار لناس ثقة ومهندسين موثوق فيهم وسويت المستشفى وقضع على اساس تبرق ويجون اطبه مصريين واطبه كويتيين تبرعوا انهم يروحون القاهرة ويجعون بدون يعني بدون ايشة بدون يعني ما ياخدون فلوس تبرع منهم صار المستشفى وخلصنا المستشفى جمنا عطينا واحد طبعان ثقة ايام دبل السيسي فل كده مصريين مستشفى هدية هي وخدمات مجانية وعلاج كمان ببلاش وجميع التخصصات ومش هندفع حاجة بس يا خسارة وفرحة متلت ولا 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 يا عبودة يا رجعت في كلامها وهتاخد تذاكر مننا يعني ولا ايه دلاليس كنت هسألك عن عنوان ياب عشان راح اكشف معيش فلوس ياب معيش فلوس يا عبودة لا يا حبيب اخوك الست شبعانة وعنها مليانة ولا طلب التذاكر ولا يحزنون بس كان فيه واحد كده بيقولك هتدفع يعني هتدفع انت فاكره ولا تحب افكرك بيه المجرم اللي صلت كلابه على انس الصغير عليه رحمة الله والرجل السيناوي فاكرينه وغيرهم كتير الراجل اللي شرد الست دي في الحلقة اللي فاتت معقول مش فاكره ابو العصاصينة المجرم ده اللي بعد ما جاءه حط ايده على كل حاجة مش عاوز انت تعرف ايه اللي حصله يا مولانا يعني انجز يابا لو اخد منها ضرائب يعني ده حج الدولة يابا ولو كان اخد منها فلوس فهو بردك عسان خاضر ما ولا حتى ان كان دخل معها فريك بالربع ولا النز يوجد اكيد عسان رقابة وزارة الصحة العب غيرها عبودة العب غيرها يا حبيبي لا يا عم الناس لا ضرائب ولا فوايد ولا حتى شراطة ده ضابط جيش سيادتك ومن رجالتك شاف المستشفى والاجهزة والفلوس اللي صاحبهم غيره حرر في لحظة كده ان هو ياخدهم كلهم انت متخيني او ربي اخد الارض بالمستشفى بالمباني اللي عليها بالاجهزة اللي فيها وراح الراجل كتبها وسجلها باسمه كده يا رخامة الموضوع مش بس مجرد نصبايا في كم مليون خد بالك بحرم المصريين بكده كمان من الكشف والعلاج المجاني اللي هم كانوا هياخدوه المجرم اللي بيتحامى في المجرم الاكبر عملها جريمة عملها عادي الراجل من غير ما اتهز فيه شعره لا رحم الست اللي حطت مالها وشقاها علشان ابنها اللي فقدته ولا حتى رحم الغلابة اللي كانوا مستنيين هذا اللي افتتاح عشان يتعالبه القلوب اللي اتحجرت عند المجرمين دول والله ما ليها علاج الا البتر اقسم بالله دول ما باشر وخد حضرتك اسمع الست بنفسها بتقول ايه صار المستشفى وخلصنا المستشفى وقمنا اعطينا واحد طبعا ثقة ايام دول السيسي ما عرف شنو وقاموا وقاموا هذا قوم واحد لما ياه السيسي اخذ ضابطه قام اخذ المستشفى وحوله باسمه واكتبه باسمه ضابط من ضباط السيسي اللي يتعاملون مع السيسي اخذ المستشفى في المنصورة عبارة عن خمس ادوار مستشفى احمد السلطان وقاموا واخذوا والحين احنا حطينا محامين طرق ضابط اللي باعه قام باعه على ضابط ثاني ابا بس اقول لكم باعه على ضابط ثاني والحين احنا معاهم بالمحاكم فيا حبايبي مصريين على العين والراس المصريين السابقين المصريين اللي خايفين الله المصريين اللي ربهم مو فلسهم ربهم جابوا الفلسهم احنا عملنا لله حتى العمل لله سرق حتى العمل لله سرق انت اخدت بالك من الاجرام هنا الزابط اخد الارض بالمستشفى بالاجهزة بالمباني اللي عليها ولما الست رفعت عليه اضرية فراح بايع المستشفى بعقد سوري كده وكده لزابط ثاني برضه مجرم وشبه ومن القوات المسلحة المصريين وذلك حضرتك علشان الموضوع يتعقد اكتر ويبقى فيه تفاصيل زيادة فيتوف المحاكمة بين المالك الاصلي وكام مالك بعدين يعني دول حضرتك اصبحوا النهاردة زباط بدرجة مصريين محترفين مش مجرد طماعين طمعف ارشين كده وخلاص دول حضرتك بقى وعارفين اللعبة بتتلعب ازاي وبقى حافظين خطواتها كويس قوي وبينفزوها باحترافية مما يدل على ان القضايا دي تكررت كتير وكتير وكتير ولكن هو ده اللي وصل لها لا 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 الست راحت للقضاء الماسر عبدالي يعني تعتبر خلصانة خلاص وحققها راجع وانتهينا فبلاش بقى التنبيت بتاعك ده هارشة كم قضاء مين يا ابو قضاء انت مصدق يا حبيبي البقيم بتوع لغوبارة عليه والقضاء الشامخ مش عارف ايه انتو فاكرين عادل حبارة عليه رحمة الله حبارة عليه رحمة الله اللهم عارف ازاي اليوتيوب دي سايبك كده تسمم في عجول الثباب بس هو ده الارهاب اللي اتعدم يا مولاني هو اللي غلطاها ايوا هو اللي اتعدم في 2016 يا عم الناس واللي حكم عليه نفس القضاء بتاع لغوبارة عليه وتحديدا المستشار سامي محمود عبد الرحيم شايفة يا ست حصة يالي راح هتشتكي للقضاء المصري هيبة وجلال القضاء المصري بتاعنا والذي يتحكم بارواح العباد عندنا في ام الدنيا واللي انت لجأتينه ومش عارفة ليه بقالك 3 سنين من 2019 لـ 2022 مش عارفة تغدي حكم بان بكل بساطة سيادة المستشار اللي حكم بالاعدام على ارواح الناس وتنفذي بتقفش في شبكة كبيرة قد كده وطلع هو وغيره من السادة المستشارين مشتركين في هذي الشبكة وبياخدوا ملايين الملايين من المصريين وغيرهم علشان يحكموا بالبراءات وأما اللي ملوش ظاهره ما عندوش فلوس يدفع زي اخواتي كده فيمكث في السجن بضع سنين عايز حضرتك تتخيالي كده واحد زي ده بياخد رشاوة وعينه مكسورة فتتخيالي كده حضرتك لو جاله تليفون بس من ظابط وقاله القضية دي ما تاخدش حكم تفتكري حضرتك ممكن تاخدي حكمه ولو بعد عشرين سنة؟ يا مساء الخير حاوز اعرف حضرتك معلومة ما قالهاش الاعلام المصري ولا هيقوله ما قال المستشار اتحكم عليه بالسجن المؤبت في الشبكة اياها ومش عشان كمان ان اللي حكمه نضيف واداله الحكم ده يعني بنزاهة وكده لا سمح الله ده عشان بس القضية سيادتك سماعت ورحتها فاحت وكان لازم تاخد احكام كبيرة ولكن يا مسارك برضو يعني كلها كام شهر كده الموضوع شوية ينام انا اعتمد على زاكرة العوامل اللي هي بضعة ايام والباشا هيكون على الاسفلت اما بعفو رئاسي زي بتاعنا خنوخ البلطاجي كده مثلا في شام طلعت مصطفى المتلبس بقتل عمد مع سبء الاسرار والترسل او حتى براءة لعدم كفاية الادلة زي كل نظام مبارك اللي قاعد في بيوته في فيلالو دلوقتي وبينما شباب البلد معمرين في السجون بقالهم سلين للاسف يا ست حصة اعلمنا مش هيذكورك ولا هيجيب سيرتك زي ما سكت عن قضية سيادة المستشار ومحدش خد بيها خبر ولا سمع عنها لحد النار كده ومحدش خد بيها خبر ياريتهم هم اللي تكلموا يا مولاني هو انت اللي سكت دي مساهدات مدينة الانتاج الاعلامي كله مجيس مصف اللي بيحضروا البلث بتاعك يا مولاني جال محدث خد خبر جال استشفى احمد السلطان ابن الست حصة يا مجرمين كانت هي هتبقى الحاجة الوحيدة اللي بجد عشان خاطر مصر كل المجرم اللي بتحموه وبعتوا البلد كلها عشان خاطر الامتيازات اللي بيدهالك وخلاكم بيها عايشين على انقاض الاموات اللي منكم ده عاوزين انتو تعرفوا ليه الاستثمارات بتهرب من البلد والدنيا رايحة من اسود لأسود اسمعوا يا خبراء الاقتصاد ويبتوع الفلوس اللي ضيعتوا اعماركوا في الدراسة اسمعوا علشان تعرفوا السبب بكل بساطة كنت عشق مصر وشريت بيت بمصر دورين والان انا ما سكنت ولا امام ابا ابيعه ما بياشوف مصر ما بياشوف مصر ما بياشوف مصر ما بياشوف مصر بكل بساطة زي يا حبيبي العلماء ما بيعرفوا بعض والنصابين بيعرفوا بعض اصحاب رؤوس الاموال كمان يا بابا عارفين بعض وبيحذروا بعضيهم وبيقولوا للي ما يعرفش كمان ان اللي رايح عندك ماهوش راجع ازمتك الاقتصادية اللي جاي النهاردة تلبسها للمصريين محدش يا بابا عملها غيرك بفسادك وافسادك واطلاق ايد العصابة اللي معاك هنا وهناك نفس حقبة عبدالناصر بالزبط بفساد زباطها ونكستهم وواكستهم السودا نفس الوعود العرة بتاعت بكرة اجمل ونفس التصبير الزبالة بتاعت ربطه الحزاب نفس الوطنية المزورة اللي محتكرينها شوية حرامية والتخوين اللهبه لكل اللي بيقولوله منتو حرامية ونفس السقوط للبلد باقتصادها وقوتها وكل مواردها وفي الاخر لما يوعي يقولك لا والله احنا مغلطناش احنا عملنا كل اللي علينا ولكن دي اقدار ربنا ايه هتكفر بقى باقدار الله سبحانه وتعالى كانت فين التقوى دي كلها وانت حبس اكتر من مئة الف شاب من قيرة ماء انجابة ماصر كانت فين وانت عامل اكبر مجزرة مرت على ام الدنيا في تاريخها الحديث فين ام الايمان دا وانت بتطرد المصريين من بيوتهم عيانا بيانا عشان تدي ارضهم للامارات مديت ارضهم من قبلها للسعودية اقدار الله قالت لك تعمل مشاريع خسرانة ما بتدخلش فلوس وتستلف كمان على حسها من هنا وهناك وتلبس الفوائد بتاعة الديون دي لاحفاد احفادنا اقدار الله قالت لك تسرق في الخمات فتوقع الارض من تحت رجول المصريين وتوقع الكباري بعدها فوق رسهم اقدار الله قالت لك تفقر الناس واتجوعهم عشان تكسب رضا صندوق النقد وتاخد منه قرد جديد اقدار الله قالت لك تبني قصور مش عند الامريكان نفسهم وتشتري اغلى طيارة في العالم وانت اصلا شعبك مش لاقي اللقمة يا كلها طول ما انت مفكر ان انت محسود مش غبي عمرك ما هتيجي خطوة واحدة لقدار طول ما انت مش عاوز تعترف ان في لعنة ظلمة حصل وجايبة للبلد معاها الفقر والنحس برضو عمرنا ما هننجح وطول ما الميت مليون شايفين كل دا وساكتين وتايبين المجرمين دول يتمتعوا بقوتهم وقوت عيالهم يبقى قان الاوان ان يخرج منهم اللي يوقفك عند حدك ويعرفك قد ايه انت قزم ونكر وما تسواش فترقب الايام اللي جاية يا اتفه واحقر من انجبت ام الدنيا ولا تظن ابدا ان هذا الشعب قد مات فنعر الظلم لن تهمد وكلا وها هو قد بدى ذاك المريب فحيك صدر هذا اليوم ولا فان غدا لناظره قريب فان غدا لناظره قريب وبس كده مؤمن والسلام عليكم